بالنسبة لبنة احنا نتكلم ونتطمن كمان على شق مهم جدا وهي طبعا التحكيم اعلنت هنا لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكورة القدم عن اسماء بقى طاقم التحكيم من المباراة الاهلي وفيوتشر هيقودها الحكم الدولي محمود البنة وحيعونه أحمد توفيق ويوسف البساطي وحكما رابعا هيكون أحمد حمدي وأحمد الغندور حكما لتقنية الفيديو وأحمد صلاح حكم فيديو مساعد بالنسبة لبس نعايز أقف شوية طبعا عند كابتن محمود البنة هذا الحكم هو أدار ماتشات كتيرة جدا جدا للأهل يا كريم تقريبا تلاتة واربعين ماتش أداره للنادي الأهل طب فوزنا منه بكام فوزنا منه بتلاتة وتلاتين فممكن حد يقول لك ده فال حلو ممكن حد يقول لك ما لهاش علاقة يعني في الأول في الأول ما لهاش علاقة طبعا لكن احنا بنتكلم بلغة الأرقام طبعا دي تعتبر نسبة جيدة جدا كابتن محمود البنة عمره خمسة وتلاتين سنة أو يعني صغير في السن لكن خبراته كبيرة جدا أدار ماتشات كتيرة جدا إفريقيا ومحليا يعني فهو عنده خبرة كبيرة جدا بالتوفيق إن شاء الله تكون مباراة أكتر من رائعة وتكون نتيجة كمان اللي احنا منتمنها إن شاء الله عشان الأهل يستكمل من خلال هذه المباراة برضو سلسلة نجاحاته المتولية ويا سلام لما تخلص بسلسية تضاف للسلسيات اللي سبقت واللي احنا بنتكلم مع حضراتكم عن تباصيلها في حلقتنا النهاردة اشتركوا في القناة